المصدر الوحيد الذي نشر خبرا عن محاولة انقلاب في تونس هو صحيفة موند أفريكا بتوقيع رئيس تحريرها نيكولا بو هذا هو السيناريو الذي اقترحته الصحيفة أو الذي كان مخططا له كما قد تقول لأن هذا الرجل الذي يقوم بالانقلاب وبدعم وتخطيط من دولة الإمارات لطفي براهم وزير الداخلية السابق قبل أن يقيله يوسف الشاهد في السادس من هذا الشهر ثم يتم التخلص من حركة النهضة الإسلامية بقيادة راشد الغنوشي وكل السياسيين في هذه المرحلة والطاقم السياسي الحاكم أما رئيس الجمهورية فيعزر لأسباب صحية ثم يعاد أركان النظام السابق نظام بن علي إلى الواجهة ينصب وزير الدفاع السابق في عهد بن علي رئيسا للحكومة بدلا من يوسف الشاهد الحالي المقال مليء بالتفاصيل وأمن السياسيين من قبل بهذه التفاصيل أخذها كما هي منهم الرئيس السابق منصف المرزوقي يقول غضب الله من أمة العرب غضبا شديدا وقد خيبت آماله فيها فقرر أن يبلوها بثلاث الاستعمار والاستبداد وحكام الإمارات بعض الشباب التونسي تجمع في شارع الحبيب بورقيبة للتمسك بما يسمونه مكتسبات الثورة للثورة شعبهم يعميها للثورة رجالهم تعميها البلاد هذه مزال فيها رجال باش تعميها من المخطط الدموية باش تعميها بالعودة إلى مربع ما قبل سبع ما قبل 14 شعب في مربع سبع نوفابر اليوم الشعب هذا موش بشير ذهنو بشير شعال الدكتاتورية بش يبقى يقول رايو بش يبقى يعبر نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو الانقلاب يقول كان لينجح لو أنه ربما كان في تونس حزب واحد أو نظام رئاسي يجمع كل السلطات اليوم لدينا نظام شبه برلمانيا في مجتمع مدنيا يقضا على مؤسسات الدولة وهذا لا يساعد على قبول مثل هذا السيناريو المتوقع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي شكك في مستقية الصحفي قائلا هناك شكوك حول الصحفي وضروعه في أعمال مع المخابرات الفرنسية بالتالي يجب التعامل مع ما كتب بيقظة وانتباه أما أنتم أصدقاء مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي فغردتم كما يلي وليد العضيلة يقول هاشتاغ آخر من هاشتاغات قطر لتشويه سمعة الإمارات انتبه لا تندفع قبل أن تتثقف جيدا تونس تحبط انقلاب الإمارات أيضا عبدربو يقول قطر ما لها علاقة بالانقلابات هذا العمل العفن تخصص إماراتي حاولت دعم انقلاب بالسودان ثم في تركيا ثم سلطنت عمان وانآن في تونس والقضية لا زالت ساخنة أما الصحفي الخليل ولد جدود يقول براهم ذهب ضحية لصراع الشاهد مع نجلي الرئيس ومدير نداء تونس حافظ السبسي كان قائدا لقوات الحرس الوطني بالإضافة إلى الداخلية ولو أراد تغيير السلطة بطريقة غير دستورية لفعل ذلك في غضون ساعات بالنهاية سئل وزير الداخلية بالإنابة عن حقيقة الانقلاب فأجاب يقول في إجابته الوزارة لا تتفاعل بصفة متسرعة مع المعلومات المتداولة في الإعلام بل نخضعها للتحليل بصفة جدية وأسلوب مسؤول وإن تضافرت القرائن الجدية نحيل الأمر إلى القضاء